ماذا؟ خرج للتظاهرة جملة لا يعرف سواها هؤلاء الأطفال الذين خرجوا أباؤهم لتظاهر في محافظة البصرة المتظاهر محمد عبد علي أحد متظاهري البصرة السلميين الذين شاركوا في الاحتجاجات على الفساد الحكومي المستشري في البلاد منذ سنوات تقابله القوات الحكومية والميليشيات بالرصاص الحي إصابة المتظاهر محمد في رأسه تثبت نية القتل المبيت لدى القوات الحكومية والميليشيات التي أطلقت النار على المتظاهرين هناك أبننا أنصاب براسة مثل الشضايا وهس هو حاليا راقد مستشفى التعليمي أجروا إلى عملية بالعناية المركزة فاقد الوعي ميلي سريريا تقريبا عائلة المصاب محمد طالبت الحكومة بسرعة تسليم الجنات إليها مهددة بتصرف آخر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها أن طالب الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية من المحافظة إلى رئيس مجلس المحافظة بتسليم الجنات وبحالة إذا ما سلموا الجنات إحنا راح يصير لنا موقف ثاني ما راح نسكت إحنا ليش نسكت إحنا إحنا مظلومين إحنا ما شهر نسلاحنا وطلعنا إحنا طلعنا سلميين نطالبوا بحقوقنا وهذه حقوق مشروعة كفلها إن الدستور زملاء المتظاهر محمد حملوا العباد وحكومته مسؤولية إصابة العديد من المتظاهرين السلميين في البصرة وبقية المحافظات حيث أكدوا إصابة العديد من المتظاهرين جراء إطلاق الرصاص الحي تجاههم تحمل مسؤولي يعني لهم الحكومة المركزية وحكومة العبادي الانصابة هم الناس البرياء يعني رأسهم ضلوا يرمون حاشي ماشي وهوالناس صابت وعلى الرغم من تصريح العبادي بأن التظاهر السلمي حق من حقوق المواطن إلا أن الضوء الأخضر بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما زال مفتوحا شكرا